بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم تسليما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماع مؤخرا بعد حلول فريق ريال مضريد في المغرب وإذا بمواضيع تثير اهتمام الشباب المغربي وإذا بأهم هذه المواضيع هي الخصام الكبير الذي أبداه الشباب المغربي ضد هذه الحكومة وخاصة في شخص وزارة الشبيب والرياضة وجامعة كرة القدم التي وفرت حراسة شديدة على هؤلاء اللاعبين فحرم الشباب المغرب المسكين من أن يحظى بصور يلتقطها مع نجوم الكرة في العالم فصبوا جام غضبهم على الجامعة وعلى الوزارة لأنه غاية كبيرة للشباب يريدون أن يحظوا بصورة بل قال أحدهم لماذا كلما جاء فريق من الفرق العالمية منعتم الشعب أن يأخذ صورا مع لاعبيها واستعثرتم أنتم بأخذ الصور معهم أولادكم بناتكم أعبابكم جلبتموهم إلى أماكن مغلقة بعيدا عن أنظار الشعب المسكين الذي يموت حبا ويفنى حبا في هذا الفريق وأفراده ثم تأخذون لهم صورا ثم تقتلوننا أكثر يا لأيتكم أخذتموا الصور في تلك الأبواب المغلقة ثم لم تشيعوها تأخذونها ثم بعد ذلك ترسلونها عبر مواقع التواصل لنموت كمدا نصيبها فتضاعف أحزاننا ويشتد كمدنا حقنا أن يكون لنا مثل ما لكم أين العدل في مسألة أخذ الصور مع اللاعبين إذن لا نتحدث عن العدل الآخر عن العدل في أن تكون لك من ثمار التنمية على قدم المساواة أو خل بطريقة عادلة بين أفراد المجتمع فانتقل العدل من الحديث عن العدل الصحيح الذي ينبغي أن يوجه تقسيم الثروات إلى العدل حول مسألة أخذ الصورة مع اللاعبين فينبغي أن يعدل المسؤولون ويتركون هؤلاء وقد غاب عن الشباب المساكين أنه لو لم يفعلوا معهم هكذا ولم يقوموا بحراستهم لأكلوهم أكلا ولما تركوهم يتحركون لأن الحب بلغ الفناء فلا تعذر بعد ذلك محبا إذا رأيته قد أنقى نفسه من الطابق السابع لكي يقبل رولندو لا تعجب إنه الحب يا أخي إنه الفناء يا أخي أي شباب الربين حينما يكون اهتمامهم بالغناء والكرة ويصل العمر إلى درجة الهيستيريا ناقوس الخطر ينبغي أن يدقه الناس ليعرفوا كم هي الأموال والطاقات التي مذلت لرسم هذه الأسوة والقدوة لشباب المسلمين نعيش أيام ولادة النبي قدوة المؤمنين ومع ذلك لا تجد من يتحدث عن النبي ولا عن ميلاده ولا عن سنته ولا عن سيرته ألم يقل الحبيب صلوا عليه المر يحشر مع منحه المر يحشر مع منحه إذا بلغ الحب إلى درجة كبيرة قد يصير الشركة ألم يقل الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حب لله والذي يكون شديد الحب لله وشديد الحب لرسول الله شديد الحب للمؤمنين شديد الحب للخير شديد لكل ما يقربك إلى الله فماذا عساه حب اللاعب أن يفعل في حياتك وأي تأثير سيؤدي به في حياتك هل يدفعك للخير؟ هل يدفعك لتأدية الصلاة؟ هل يدفعك لحبي؟ عباد الله صالحين يا الله يا الله جرائم ارتكبت في حق الشباب جرائم طربوية جرائم إعلامية جرائم تعليمية سنوات ونحن نجتر الطريق ونروح مكاننا في حشو عقول أبنائنا بكل ما يبعدهم عن دينهم فلا ترى تمجيد أبدا قيم الإسلام إنما هناك تمجيد لقيم الانحلال والانحراف هذه نتيجة عياذا بالله لكل هذه السياسات حينما تأتي مغنية وهو مغني أستحي أن أرى شاباتنا يسقطن عليه وكل واحدة منهم تجعل هدفها أن تحظى بصورة تعانق فيها المغني والله إنها لسب في وجوهنا سب في وجوهنا يغني المغني الغربي فتجتمع الفتيات فهناك من تسقط على الأرض مغشية عليها وهناك من تلقي عياذا بالله بثيابها وهناك من ما هذا يا إخوان أهذا هو الشباب الذي نكونه ونربيه ونهيئه ليقوم بالتغيير في هذا الواقع نحو الأفضل هذا أعطيه غنيه وأعطيه كذا عذراً يا شباب أنا أحبكم شباب المغرب أحبكم واحد هذا أنت سيقولك أنت ما عاش بك شهاد الشي ولا ترك غرط حال أسيبه عاصد هذه النجوم لا إله إلا الله هرسي ينفعكم هذا الحب بين يدي الله بغير تتفرج القورة تفرج القورة تسمى التعبيهات من التعبيهات تفرج ألعب الرياضة لكن لين بغير يكون ذلك على حساب الواجبات وإنت تبشي فما تخسر في الواس وتضيع الصلاة وتحب والقلب دي الكلام تلا بالحب صافر لأنك ستطيع من تحبه وستقلده في كل شي وستهيم فيه بل تستحضره عند النوم وفي اليقظة هذا لا مصيبا أرى أولا عبادة هذا هو رهي هو ياب هذا أولا فناء ولذلك رسالتي إلى الشباب أن ارفقوا بأنفسكم لن أنسى ذلك الشاب الذي نزل من المدرجات وهو مغربي ثم سجد عند قدمي ميسي في الملعب هناك سبوا يا لن ننسى أبدا لن ننسى أبدا أبدا هذا الصراخ يصرخون بأعلى صوتهم كأنهم رأوا رسول الله استغفر الله يا رب استغفر الله يا رب استغفر الله الكورة شهر الكورة مناقشة الكورة موائد حول الكورة الفناء في الكورة قنوات منتاع الكورة ودخلهم بالفلوس وجبره أحب العمي فينا جوة أشعر بزافة ولذك يا شباب نرمى يوصل لكم حتى آفيقوا بالقلبة تفرج تفرج لكن لا يكونوا على حساب الواجبات ثم بعد ذلك رسالة للإعلام عندنا إن كان لنا إعلام من المسؤول عن هذا الإعلام؟ الذي أصبح يمجده فقط هذا النمط من الناس يقولوا واحد مثال ونشروه إلى ما جابها النغام يجيبها القادم والقادم مشى الناس اللي يقرأ يقول له اخطينا بشي يقرأ فتعله واحد المؤسسة ثانوية فصلت فيها كاتبين واحدين واحد الكلام داروا فيه نسأل الله أن يسلط على الثانوية القنبنة النووية وعلى الأساتف السكتة القلبية والطلبة العطلة الأبدية العطلة الأبدية يجعلهم يتفرجوا في الكورة ويتفرجوا في الفنانة وكذا وكذا ويتفرجوا في القلبية ويتفرجوا في القلبية ويتفرجوا في القلبية لذلك نسأل الله تعالى أن يسلط قبائحنا وفضائحنا متعرفوش متعرفوش قال شعب المغرب يحب ريال مغربي أكثر من المدريديين سبليون هذا سبليون قال تعجبت أعجبت لهذا الحب العارم العارم للشعب المغربي فلم أرى هذا الحب حتى عند ماليهم حبابهم ريال مغربي وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين